في المشهد الفلسطيني ثمت حدث وثمت ما هو وراء الحدث الحدث اليوم يتركز على لقاءات مكثفة لقادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة وزوبعة المواقف والتحليلات حول وجوب أن تسبق ما يسميها البعض التهدئة مع إسرائيل المصالحة الفلسطينية المنشودة أو العكس الحدث أيضا اليوم كما بالأمس يطال العدوان الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين عسكريا واقتصاديا ونفسيا وإعلاميا وبكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية كل هذا يستحوذ الواجهة وأما الجوهر فيكمن في الضغط القاسي الذي تتعرض له المقاومة وراء كل تلك الأحداث إسرائيل التي تهول بالعودة إلى هدنة 2014 لماذا لم تطبقها أصلا فبنود اليوم هي نفسها بنود الأمس لماذا إذن اللف والدوران الإسرائيلي إن لم يكن ممارسة تل أبيب إحدى هواياتها وهي إلهاء العالم بالتوقيع على اتفاقيات تبقى حبرا على دم تريقه يوميا في الجسد الفلسطيني من يتابع الخطاب الإسرائيلية يعتقد أن التهدئة المزعومة أصبحت سارية المفعول وأن صفقة القرن عادت لتطل برأسها من جديد وبقوة فماذا تعني هذه الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل إن لم يكن الهدف منها الرقص على حبل الانقسام الفلسطيني والاستفراد بحركات المقاومة والتصوير للعالم بأن لا مرجعية موحدة للفلسطينيين ما وراء الحدث الفلسطيني هو اليوم كما كان منذ اغتصاب القضية المطلوب شطب الرواية الفلسطينية وعنوانها الأساس سلاح المقاومة المطلوب من الفلسطينيين أن لا يستسلموا للإملاءات الإسرائيلية وحسب بل أن يشكروا تل أبيب لكرمها في إغراءات اقتصادية تلوح بها مقابل بيع قضيتهم سلموا السلاح أو التجويع سلموا السلاح أو الحصار سلموا السلاح ولكم فتاة حياة بلا كرامة هذا هو الابتزاز الذي تمارسه إسرائيل على مقاومة تحرص على أهلها فاستحقت صفة المقاومة الإنسانية المقاومة مقابل الاحتلال معادلة عاصية على أي تهدئة أو هدنة وهذا ما تقوله يوميا مسيرة العودة